موسيقى هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع رديد ريدمشن توز اللهب طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن التفاصيل المخفية عن نهاية لعبة رديد رديمشن تو اللي 99% من اللاعبين ما يعرفونها ويجهلونها ففي هذا المقطع رح نفصل فيها تفصيل كامل ورح نناقشها سويا فيلا نخش في المقطع طبعا في شخص في موقع رديد رديد نزل نظرية مقنعة جدا عن نهاية اللعبة وبنى هذه النظرية على أدلة قوية جدا وأدلة تقنعك يعني تقنع كامل طبعا كلنا نعرف أنه لما تختم اللعبة تجيك مجموعة من الكاتسينز ومجموعة من اللقطات لأفراد العصابة وإيش حدث لهم بعد انتهاء العصابة في أحد اللقطات المهمة البينكرتينز وإيجينت روس عثروا على جثة مايكا بيل في الماونت هيجين أو في الجبال الثلجية أو المكان اللي قتلنا في مايكا بيل زي ما تشوفون في الجيم بلاي وهذه الكاتسين وهذه اللقطة جدا جدا مهمة وهذا الشخص بنى نظرية عليها طبعا هذا الشخص قال كيف أجينت روس والبينكرتينز حصلوا جثة مايكا بيل وكيف عرفوا هذا المكان الصعب كلنا نعرف أنه منطقة الماونت هيجين أو المنطقة اللي قتل فيها مايكا بيل منطقة صعبة جدا وصعبة أنك توصلها بسهولة يعني يبالك تتسلك جبال والجبال مليانة بالثلوجة العميقة يعني مكان صعب وما تقدر توصل له بسهولة فكيف أجينت روس والبينكرتينز قدروا يوصلوا لها بهذه السرعة طبعا جون مورستن وسيدي آدلر وتشارلز سميث عرفوا مكان مايكا بيل الحنش وعصابته عن طريق استجواب صديق مايكا القديم إكليت ميسكو عذبو هددو ووصلوا إنهم رح يشنقونه ورح يقتلوا بشكل كامل يضطر كليت إنه يكبل عشا ويعني يقول لجون مورستن وأصدقاءه عن مكان مايكا بيل الحقيقي وقال لهم ترى في مونت هيجن وفي الجبال المعينة وهذه هي الطريقة الوحيدة اللي عرفوا بيها مكان مايكا بيل عن طريق شخص مقرب منه فهذا يخلينا نطرح السؤال مرة أخرى كيف البينكر تنزو عرفوا مكان مايكا بيل وجثته والمكان اللي قتل فيه وكمان يعني الزمن كان قديم يعني ما كانت فيه أجهزة حديثة تحدد الأماكن أو حاجة زي كذا يعني كان كل شي تقليدي فمن غير المعقول يعني إنهم تجولوا كل المدن وكل الأماكن وكل الجبال الحد ما يوصلون لمايكا بيل وجثته غير معقول فيه شي أكبر من ذلك طبعا كلنا نعرف إنه مايكا بيل في أحداث اللعبة يصير جاسوس وحنش للبينكرتنز وإيجنت ميلتسن وروس يعني مايكا بيل باع العصابة وخان العصابة وصار يفضح مخططاتها وهذا كان سبب رئيسي إنه العصابة تتفكك وتفشل بشكل ذريع وبشكل واضح وعلى حسب كلام إيجنت ميلتسن مايكا بيل أصبح جاسوس وكلب مطيع للبينكرتن بعد ما رجعت العصابة من مصيبة غورما يعني أول ما رجعوا العصابة من غورما البينكرتن اختطفوا مايكا بيل وعذبوه وجلدوه جلد ونتفوا وجهه وجلدوه جلد ومايكا بيل للجبان للأسف فضح جميع مخططات العصابة وصار جاسوس وكلب مطيع لهم من تلك الفترة البعض قال إنه مايكا بيل أصلا جاسوس من قبل غورما يعني هو جاسوس من البداية من بداية اللعبة وهو يخونهم ويفضح مخططات عصابة دوتش والبعض قال إنه أصلا مايكا بيل هو السبب الرئيسي في فشل سرقة بلاك ووتر العظيمة مايكا بيل حنش 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 طيب خلونا نكمل نظرية الشخص الشخص قال إنه مايكا بيل كون له عصابة وبما إنه الجاسوس هو الكلب المطيع للبينكرتن قال مايكا بيل البينكرتن أنا راح أجيب لكم دوتش لماونت هيجن أو هذه الجبال الثلجية عشان أنتوا يا بينكرتن تقبضون عليه وتمسكونوا وتحققون مرادكم طبعا البينكرتن عجبتهم فكرة مايكا بيل الحنش وقالوا له حن راح ندعم فكرتك أكثر وأكثر وأكثر قال لهم كيف قالوا حن راح نعطيك أموال لبلاك ووتر عشان تغري دوتش ويجيك بأسرع وقت ممكن طبعا زي ما تعرفون أموال لبلاك ووتر دوتش والعيال خبوا هذه الأموال في مكان محكم ومكان يعني زبنة صح لكن بسبب أنه مايكا فضح خطط دوتش وكبل عشا كامل البينكرتن عرفوا مكان فلوس بلاك ووتر فأخذوها وصادروها والحين أعطوها لمايكا عشان يضحك ويغري دوتش زي ما قلت لكم طبعا الآن جاء خبر لدوتش أنه مايكا بيل جاب فلوس بلاك ووتر وخطط البينكرتن وإيجنت روس ومايكا بيل تمشي بحذافيرها دوتش المسكين راح لماونت هيغن فعلا بحسنية طبعا لو جون مورستن وسيدي آدلر وشارلز سميث ما جاءوا لماونت هيغن في الوقت المناسب فكان يعني دوتش امسك من البينكرتن وتم القبض عليه بنجاح بمساعدة الحنش مايكا بيل لكن زي ما نعرف جون وسيدي وشارلز جاءوا في الوقت المناسب المناسب وقضوا على عصابة مايكا كاملة طبعا خلونا نشوف الموضوع من جهة دوتش يعني دوتش دائما عنده خطط وشخص حكيم ومعلم اكيد عنده خطة بديلة طبعا دوتش لما راح للجبل والمايكا بيل احس ما كان هدفه انه ينظم لي مايكا ويكون شراكة معاه صح هو طمع في الاموال شوية لكن احس هدفه كان اكبر من انه يكون شراكة مع مايكا بيل اتوقع هدفه كان الانتقام من مايكا بيل وفعلا هو يأكد هذا الشي لما جون سأله انت ايش تسوي هنا يا دوتش قال دوتش نفس الشي اللي انت تسويه يا جون بعدها طلق على مايكا بيل زي ما نعرف يعني دوتش always have a plan معلم هذا فكرة معه يعني تحس انه المهمة الاخيرة او هذا الموقف في له يعني جون مورستين ساعد دوتش وبنفس الوقت دوتش ساعد جون مورستين طبعا في شي سلبي كبير جدا حدث في المهمة الاخيرة ومنطقة مونت هيجن طبعا لما جون مورستين قتل وانتقم من مايكا بيل ايجينت روس والبينكرتينز بدوا يبحثون عن اراضي جون مورستين وايش وضعه وين هو موجود وفعلا بعد فترة البينكرتينز وايجينت روس رح يحصلون جون مورستين وبيته ومزرعته في بيت شارز هوب ومن هنا تبدأ احداث الجزء الاول من اللعبة ايجينت روس والبينكرتينز رح يختطفون ابيجيل ويجاك مورستين وبعدها يقولون لجون ما رح تشوف عائلتك الين ما تقتل او تسلم بقية افراد عصابتك اللي هما دوتش وخافيير وبيل ويليمسين ومن هنا تبدأ تتسلسل احداث الجزء الاول من اللعبة طيب خلونا نطالع على الموضوع من جهة البينكرتينز على حسب خطط البينكرتينز هما راحوا للمونت هيجن عشان يمسكون ويقبضون على دوتش فندرليند الاسطورة وصلوا للمكان حصلوا مايكا بيل ميت وفشلت خططهم بشكل كامل يعني هما كانوا يستخدمون مايكا بيل عشان يعني يقبض على بقية افراد العصابة جاءوا حصلوا مايكا بيل ميت هذا الشي خلاهم يبحثون اكثر واكثر واكثر على مين باقي من افراد العصابة وبحثهم وصلهم لجون مورستين وبعدها استخدموا جون مورستين للقراعة لبقية افراد العصابة زي ما شفنا في احداث الجزء الاول تعالوا معايا شوفوا قد ايش الموضوع يقهر يعني اصلا البينكرتينز وايجينت روس ما كانوا يدورون على جون مورستين ولا يبغون ولا اي حاجة اصلا اصلا البينكرتينز كانوا يحسبون جون مورستين ميت لكن بسبب انتقام جون مورستين من مايكا بيل البينكرتينز عرفوا انه جون مورستين باقي حي فعلى طول ضمول القائمة بل انهم حطوا من اولوياتهم انهم يمسكون جون مورستين صراحة الموضوع يقهر جدا يعني شوفوا انتقام جون مورستين من مايكا بيل ودا في 60 الداهية يا جون مورستين يا ما ارثر مورغن نصحك مرات عديدة كان دايما يقول لك الانتقام لعبة لغبية الانتقام لعبة لغبية الانتقام لعبة لغبية هاشتاق الانتقام لعبة لغبياء وأيضا قال لك الانتقام مكلف وما نقدر نتحمل ويعني كان دائما دائما ينصح جار مورستين أنه أبدا ما ينتقم من أي شخص لأنه الانتقام يعني يفتح أشياء كثيرة ويفتح أبواب ما تتقفل لكنك يا جون مورستين للأسف ما تسمع الكلام وراسك ناشي طيب خلونا نرجع مرة أخرى للمهمة الأخيرة وتحديدا جبل الماونت هيجين والموقف اللي صار طبعا داتش لما راح لمايكا والماونت هيجين كان هدفه واضح جدا جدا على وهو الانتقام لأنه استوعى في نهاية المطاف أنه مايكا كان فعلا جاسوس وهو السبب الرئيسي في كل اللخبطة اللي حدثت للعصابة وتحديدا داتش فندرليند جاء ينتقم من مايكا بيل لعيون الأسطورة أرثر مورغين طبعا لما تجي طالع في سلسلة كل السلسلة تتوحور حول الانتقام هذا الشخص انتقم من الشخص الفلاني الشخص الفلاني انتقم من الشخص هذا وهذا انتقم من هذاك يعني كل السلسلة تتمحور حول الانتقام أضرب لكم مثال أضرب لكم مثال أقرب مثال راح نقول جون مورستين لما انتقم من مايكا بيل بسبب هذا الانتقام إيدغار روس عرف أنه جون مورستين حي وكلنا نعرف كيف انتهت المداقشة بين ايدغار روس وجون مورستن طيب خلونا نطالع عن موضوع الانتقام من منظور ايجينت روس ايضا ايجينت روس كان يبحث عن الانتقام كيف يصالح يبحث عن الانتقام كلنا نعرف انه ابيجيل قتلت ايجينت ميلتن عطته طلقه في راسه هي تشوت وفاه وكلنا نعرف ايضا انه ايجينت ميلتن شريك وصديق ايجينت روس فروس كان يبحث عن الانتقام لصديقه الصدوق ايجينت ميلتن ولهذا السبب ايدغار روس كان يلاحق جون مورستن ويقروش ويطارده وترى فعلا في النهاية ايجينت روس ينتقم من ابيجيل بقتله لجون مورستن طبعا بعد ما مات جون مورستن ومرت السنين وانفتحت صفحة جديدة جاء جاك مورستن وكبر وصار معلم وصار قنسلينجا الان جاك مورستن يبقى ينتقم من ايدغار روس لانه قتل ابو جون مورستن وفعلا جاك مورستن انتقم من ايدغار روس وقتله زي ما شفنا صراحة انا اتوقع بسبب هذا الانتقام رح تتسلسل احداث Red Dead Redemption 3 ورح تنفتح مشاكل كبيرة جدا بسبب انتقام جاك مورستن من ايدغار روس فانا اتوقع انه Red Dead Redemption 3 رح تكون احداثه من هذا الانتقام طبعا في الاول والاخير هي تسبقى نظرية يعني تحتمل الصواب والخطأ يعني ممكن تكون صحيحة وممكن تكون خاضعة لكن على حسب الادلة المقنعة اللي اعطانا اياها يعني ممكن نقول نوعا ما صحيحة شاركونا في خانة التعليقات هل تحسون النظرية صحيحة ومقبولة او انها يعني غير صحيحة ايضا شاركونا في خانة التعليقات هل تحسون بسبب انتقام جاك مورستن من ايدغار روس رح تتسلسل احداث Red Dead Redemption 3 طيب كده وصلنا معاكم لانهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الان يدمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة